يعني إزاي أنا أمي ممكن أبعها في أم اللي هي ماش خاطر واحدة ما تجوز أبوه دي أمي يعني هي بنت كنت أحسن من أمي بص هي بنته يا البنت التانية دخلت عليها بتارت تديها اهتمام تيب لها هداية تسأل عليها تصاحبها حتى لو هي حتى لو بس المقابل دي أمي ومكن لحد يبيع أمه عشان كده هي البنت ما باعتش أمها بس البنت مش فاهمة مقدار الأزل النفسي شو ما إيدي على وش الجواز يعني على وش البنت دلوقتي مصلحتها مع مين؟ أبوها نعم يا دكتور مين اللي لا طبعا مع أمي مين اللي بيصرف مين اللي بيوقفها على رجلها مين اللي بيعمل مين اللي رباني ومين اللي كبرني ومين اللي أنا محتاجة تعرف لو كان لحياة دي خدت وقفة مع الراجل ده خدت وقفة من الراجل ده بس في حاجة هنرجع عن اللي بيعملو صحبة القصة النهاردة هي طيبة زيادة عن اللزوم لأ لأ طيبة مش طيبة أوي كده موافقة أنه يصاحب بس ما يتجوز. ليه ستات الأغلبية بقوا كده؟ يصاحب آه لكن يجيب لي واحدة تشاركني. هو بتتكلم عشان الورث. طب أنا عايز أسألك سؤال. ولا بتتكلم عشان الجواز ده خلاص هي بقت مكتوباله على طول. ولا عشان إيه؟ سألني السؤال. هسألك السؤال. بص هي دلوقتي طيبة زادة عن اللزوم بدليل أن هي وفقت على كل التجوزات اللي كان بيعملها خلال فترة جوازه. هي دلوقتي مغلوبة على أمرها. هي مش عارفة تخرج من الدائرة اللي موجودة فيها. وهو طول فترة الجواز دي بيحاول يجردها من أي مصادر قوة ليها. يعني ست ما بتشتغلش. مش عندها مبديات. بس معها مصادر قوة كبيرة قوي. ايه مصادر قوة؟ تلات عيال. معها مصادر عيالها مش معها. معنا أقولك حاجة. ولو كنت ربيت صح كان ولقهم يبقى لي. يعني الواحدة بتقولك أنا جوزي فيرجع عشان نشوق. على الفكرة أنا بشوف حاجة. إنه في الجواز العيال بتبقى أغلى من أمهم. أو العيال بتبقى أغلى من أبوهم. يعني أنا بشوف كده ما عرفش اللي بشوفه قدامي. فالستة بتقولك ده هو ممكن ما نفكرش يتجوز عليها عشان خاطر ما يزعلش عياله. عشان خاطر ما يخليش عياله تأذي نفسيا. يا سيدي أنا مش مهم. أنا وإنت وما بقينش بقين على بعض. بس أنا عندي أفشل مقولة كده. إن إحنا مكملين مع بعض عشان خاطر العيال. لا في فرق. إحنا بنحترم بعض. بس ممكن يكون الحب قل. بس إحنا الاتنين بيننا مصلحة مشتركة. وبيننا شركة هي العيال. بس أنا مش طيقك هكمل معك عشان العيال ليه. بس أنا لا بأذيكي ولا أنت بتأذيني. تانكيو. يعني باحترم نفسيتك. طبعا. صح ولا مصابق؟ طبعا. وباحترم نفسي برا البيت وجوه البيت. ممكن نكون غير متوافقين التوافقين كامل. أه باحترميك وبتحترميك. وأنا بقى ما بقيتش خاف عليكي من الأذى. يبقى أنت بالنسبة لي مش فرقة. مجرد حاجة عايشة كده في البيت وانتهينا على كده. صح ولا مصح؟ وده اللي بيخلي أن العلاقات تتهدم. أنه بيبقى في طرف بص. في طرف عايز يشفكر في نفسه اللي أنا عنده عالية. عايز يشبع رغباته. عايز يعيش نزواته بطريقة كبيرة جدا. ما بيفكرش في الطرف التاني هل إنه هو أتأذى ولا ما تأذاش. وده ما بيبقىش في الخطوبة. لا ما بيبقىش في الخطوبة. يعني ابن عمي مش هعرف بجد إنه هو كده. أصلا عايز أقول لك حاجة. قصة ابن عمها دي هم متربين مع بعض. وممكن يكون هي ما خدتش فرصة في الاختيار يا سالي. ابن عمك بقى ويلا عشان نتجوز ونفرح بيكي. بس عال تلت سنين حب. ماشي. في ناس ممكن بعد الجواز بيبدأ بقى يخش في حياتي يقولك أنا من حق إن أنا عايش. أنا عايز عايش. تاخد موقف من الأول فهو ابتدى شاف إن ده ضعف فابتدى يتماد. يتماد أكتر يتماد أكتر وابتدى يشوف حياته بدليل إنه هو بيطلع من تجربة يدخل في تجربة يطلع من تجربة يدخل في تجربة. واخيانات متعددة كتير جدا. وإن هي سكتة ده غلط. إيه؟ إن هي سكتة ده غلط. أيها طبعا. ولا ده حب. مالوش علاقة بالحب على فكرة. ده ضعف أنا بالنسبة لي ده ضعف. طب ما أنا خايف يمشي واسبني. ما هو يمشي واسبني. ما هو أنا بدي فرصة للطرف القدام بقوله إيه؟ أنا ضعيف من غيرك. آه بس ما تتجوزش علي. بس ما تتجوزش علي يعني صاحب عليها بس ما تتجوزه. طب ده. هيصاحب يومين وهيسبق ما هيرجع بيته. وهم ينام جمي مين في الآخر. الستات اللي بتفهم الحتة دي. أخر في بيت يا نه؟ الستات اللي بتفهم الحتة دي بتفهمها غلط. هقولك ليه؟ ساعة ستة تقولك إيه؟ ما هو متحدد الحلقات؟ أهم حاجة إن هو بيرجع نام في بيته. أهم حاجة إن هو بيرجع نام في بيته. ما هي. أهم دون أم كتير. ما هو مع الوقت هتظهر واحدة تلف دماغه. طب. لا. أنا دلوقتي هو مقبضيها علاقات. ماشي خرج تخلص دي دخل في دي دخل في دي خلص دي. فيه واحدة هتجي في وقته معانا هتوقفه كده تقوله لأ. هتنسي كل الستات اللي عارفها حتى انشيقش. ما هو ما هو ما هو طالما في الحتة دي ماشي فيها هيقع. طب. علشان كده أنا كنت بقولي حتة إن فيه حاجات ما نسكوتش عليها. يعني فيه حاجات ما ينفعش نعدي. مفروض الستة تعملي قوي ما تعرف إنه جزء بيخنى. وستة العقلة ما تهدمش بيتها ويتكمل في بيتها. بصة أنا عايز أقولك حاجة. هو المفروض الستة طبعا يعني. أنا شاف ببقى فيه حاجات غصبا عن الستات برضو يعني. مفروض الستة تتكلم مع جوزها مرة واثنين وثلاثة. نعم. وأنا أستنى ما يخلني مرة واثنين وثلاثة. لا تتكلم ماشي. دعت في طابونة. ما احنا بنقول رصيد الفرص. بص يا سالي. انت أنت عم ماشي سارح كده مرة واثنين وثلاثة. بصي بصي. انت ابني وغلطت في الامورك. اسمعي بصي. هقولك حاجة. هي بتبقى طبيعة. يعني إيه طبيعة. ممكن تسالي مثلا لو حصل معها ده. ستوب. ستوب. شكرا. انتهت الحياة. هب الهب. ممكن واحدة تانية. طبيعة شخصيتها. ممكن تتقبل وتعدي وتتجاوز وتقولك ماشي الدنيا. على أمل ان هو يبقى كويس. ويقف على رجله. وآمل راحة مستشفى عقسية بتعالج دنيا. فيه راجل الناحية التانية. لما بيلاقي ان الست سكتة ومتسامحة ومتساهلة. بيفتكر ان هي مغلوبة على الأمراء. وان هو من حقه يعمل ده مرة واثنين وتارهاة واربعة. زي ما قلت لك احنا عندنا الشخصية النهاردة طيبة جدا. وده باين على فكرة من حتى طريقة عرضها للمشكلة. يعني هو بيطلب منها الحب والويد. وممكن يكون بيطلب منها ان هو علاقة زوجين. ماهدينا رجسية. يعني إن رجسية. هو بيعمل عليها اسقاط من العيوب اللي موجودة عنده عليها هي. طيب أنا ممكن اقول لأ يا دكتور محمد. ما هي مش عارفة تقول لأ. ليه؟ لأنها ما بتعرفش تقول لأ شخصيتها بتخاف من الموجهة. مش عارفة تلوم عيالها. هتلوم. تعرف أنا لو عيالي. لا قدر الله يعني ربنا ما يكتب على حد انه محدش عارف كل واحد بتلقوا غير. لا أنا بعد ما ربتك راحت صاحبيلي بل مرطبوكي. اتباع في الشخصيات. يعني انتي كسالي مثلا لو حصل معاك زي ما قلت لك كده. هتهد الدنيا. أنا أعد أستحمل عشان تتجوزوا إن شاء الله ما اتجوزتوا. هي. أنا مال. هي الناحية التانية زي ما قلت لك إن هي طيبة زيادة عن اللزوم. وتحملت على نفسها زيادة عن اللزوم. عشان كده بطلبوا عيالها حق غير مكتسب. أنا ليه أكمل مع راجل بيعني للدرجة دي. انتوا ردتوا لي كده. ساعات الظروف. وأنا اللي بقطع اللقمة وادهالكم. سالي ساعات الظروف بتبقى أقوى من الست. هي بأינויים. إن شاء جאوزوا إن شاء الله ما גאוו. طبعاً. תגאו זה הכל הכי.